اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نجد انو الامور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر روح التشاؤم على البعض منها علينا الاجتهاد اكثر ووسعنا الشروع بعمل جديد وشراء تحفة اثرية والبدء بحمية وشراء بوليس التأمين اما بالنسبة لزوايا الفلكية اللي رح تتشكل خلال هذا اليوم هي زاوية تسديس ايجابية رح تكون بين الشمس وزحل رح تكون في تمام الساعة 7 و17 دقيقة صباحا وهي بتتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسئولية اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران ايجابية بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة 7 و58 دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران برضو ايجابية بين القمر والمشتري ورح تكون في تمام الساعة تقريبا 9 و42 دقيقة صباحا نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني فبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا على تعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة للزاوية الصعبة وهي اللي شوي بتأثر على العواطف وهي اللي انا بدي انبه منها هي زاوية تربيع سلبية بين الزهراء وبين زحل وهي راح تكون في تمام الساعة 11 و28 دقيقة ظهرا وهي من الزوايا البطيئة اللي بتستمر تقريبا بحدود الثلاث ايام بتنقطع بانخلالها العلاقات العاطفية الضعيفة الى غير رجعة طبعا الها هي ثلاث ايام او اربع ايام متشكلة والان بدها تستمر كمان ثلاث ايام لا اربع ايام فاي واحد عنده علاقة عاطفية ضعيفة يحذر من هاي النقطة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران سلبي بين القمر وبين زحل ورح تكون في تمام الساعة 53 دقيقة مساء من واجه مصاعبنا وعراقيل تطلب منها ان نبذ الجهد لن نتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحضوظ بيفتقر البعض للشجاع اللازم الى مواجهة مشاكلهم فبيلجأ للهروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع برضو سلبي رح تكون بين القمر والزهرة وهي رح تكون في تمام الساعة اربع وخمسة عشر دقيقة مساء اكثر المتضررين من كان لديهم مشاكل عاطفية اذ بيتجه للتنفيس من خلال صرف النقود باسراف دون حساب اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التزديس ورح تكون هاي زاوية التزديس ايجابية بين القمر والشمس ورح تكون في تمام الساعة اربع وتسعة وعشرين دقيقة مساء نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الاصدقاء نتجه لتغليب العقل ونصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة اربع وتسعة وعشرين دقيقة مساء ورح يستمر حتى تمام الساعة ثمانية واربع وعشرين دقيقة مساء وعند ما بنتقل دائما القمر من برج لآخر وما بشكل اي زاوية مع احد الكواكب تسمى هاي الفترة خلو المسار خلو المسار فترة سلبي على جميع الابراج دون استثناء وهي لا تصلح لأي خطوة جديدة مهمة في حياتنا وبيشمل ذلك موليد جميع الابراج دون استثناء طبعا القمر الساعة ثمانية واربع وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بيكون استقر في برج الدلو وشكل اول زوايا لالو فعشان هيك اليوم كل توقعاتنا رح يكون عن وجوده بالجدي ما رح نذكر انتقاله للدلو وابتداء من بكرة منبلش نحكي كأنه انتقل لابرج الدلو اما بالنسبة لخلو المسار القادم بما ان القمر رح ينتقل للدلو فراح يكون خلو مسار طويل فهذا بتكو تركز فيه مظبوط لانه برضو هذا من الزوايا اللي رح تستمر اكثر من اربع وعشرين ساعة خلو مسار خلو المسار رح يبدأ يوم واحد وعشرين احداش بيبدأ في تمام الساعة اطناعش وثمانية واربعين دقيقة بعد منتصف الليل يعني بعد منتصف ليل عشرين على واحد وعشرين بيبدأ خلو المسار وبيستمر لليوم التالي اللي هو يوم اثنان وعشرين حتى تمام الساعة اربعة وخمس دقائق فجرا لينتقل بعدها للحوت يعني عنا يوم هذا رح نلغي من سجلاتنا وحساباتنا واي شيء مهم رح نستثني هذا اليوم منه اللي هو يوم واحد وعشرين بدكوا تستثنوا من جميع الاعمال الضرورية والمهمة والمشتريات والاشياء اللي زي هيك او العقود او توقيع عقود او اجراءات يعني ضرورية حول انكوا تستثنوا هذا اليوم طبعا بالنسبة بالنسبة لعمر القمر عمر القمر هو القمر الهلال الجديد عمره اربع ايام في تمام الساعة ثمانية واحد وثلاثين دقيقة صباحا بيصبح خمس ايام نسبة الاضاءة خمس وعشرين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم واحد وعشرين احداش مزاجها سعيد بنسبة خمس وخمسين في المية القمر في الجدي بده ينتقل للدلو حتى يوم اثنين وعشرين احداش منتحس بنسبة خمستاش في المية عطارد في العقرب حتى يوم واحد اتناعش مزاجه سعيد بنسبة خمستاش في المية الزهرة في الميزان حتى يوم واحد وعشرين احداش مزاجها منتحس بنسبة اربعين في المية المريخ في الحمل حتى يوم سبع واحد المزاج سعيد بنسبة 15% المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 مزاجها منتحس بنسبة 15% زحل في الجدي حتى يوم 17-12 المزاج سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 مزاجه منتحس نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه ممتزج بلوتو في الجدي مزاجه سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل يوم مناسب لمن يبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بالدفع بمصالحه وبيحافظ على إنجازاته القائمة هدئ من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين واحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة واحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها برج الثور ابتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة ابتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم ممكن تذهب في رحلة أو تروج العمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها بيكون عندك نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتك العاطفية والعائلية برج الجوزاء بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة سارع في تهدئة الأجواء هاي فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير بتتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أنك تتحلى بالليون والتفكير الموضوعي برج السرطان يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة بوسعكم إتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري هاي الفترة يعني فيها نوع من أنواع السلبية وفيها نوع من أنواع الضغط فما بينفعك سواء الصبر والمرون في بعض الأمور ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات خلال هذا اليوم برج الأسد أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك بدك تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم كون منظماً وأحسن إدارة عملك وحاذر من الجدال مع المعاونين وما تهمل صحتك ما تأجل ولا تماطل العمل حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية برج العذراء تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبياً فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط فلا تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحباء صحح الأخطاء خلال هذا النهار برج الميزان بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ابتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلة أو منزلة وممكن تظهر مشكلة شخصية ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الأجواء فيها نوع من أنواع العدائية وهو متوترة أهم إشي أنك تراعي ووضعك الصحي برج العقرب بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات والترقلات والتسويق يوم مناسب لاجتياز امتحان وتعزيز العلاقة مع أخ أو جهر بتدعمك الحضوظ وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر إلى أجواء لطيفة وممكن تحمل لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك برج القوس ثم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك كونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف أموالك وكون عاقل في صرف الأموال تهتم لمناقش الدعم مالي أو قرض أو ممكن تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات فترة إيجابية ممكن تحقق خلالها ربح ما برج الجدي ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية هاي الفترة بتحمل انفراج وتقدم الموس بعد مراوحها وركود عليك التحلي بحكمة وواقعية للأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر برج الدلو يوم آخر بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وطيرتك إلى حد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي ما تحسم أمر الفترة هاي سلبية ومخيبة بالآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها في ساعة المساء الأجواء بتتحسن بشكل إيجابي برج الحوت بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتتسع الأفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح بتفرح لو قوف أحد الأصدقاء أو الأقارب إلى جانبك بتخف الضغوط وبيطمئن بالك حاول أنك تنجز كل شيء ضروري ومهم قبل وصول ساعات المساء لأنها رح تبدأ فترة ضاغطة وصعبة شوي لأن القمر رح يصير موجود في بيت متعبك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة